اشتركوا في القناة لكأس الخليج المقامة في قطر أهلا بكم مجددا تواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية وجنوبها فيما تسعى السلطات إلى مواجهة ضغط الشارع الذي عززته المساعي الأممية لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع عدة من جهته دعا زعيم الطيار الصدري مختضى الصدر موظفي الدولة للإضراب العام لمساندة من وصفهم بالثور بعد أسابيع من الدماء والغضب الشعبي مظاهرات العراق تدخل يومها العشرين على التوالية حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنه لم تسجل أي حادثة منذ ساعات الصباح فيما أفادت أن أعداد المتظاهرين ما زالت ذاتها في ساحات التحرير وجسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث انضم عشرات الآلاف منطلبة المدارس والمعاهد والكليات في ساعات الصباح الأولى إلى ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات بجنوب البلاد بعد أن أعلنت نقابة المعلمين والنقابات الاتحادية الأخرى الانضمام إلى ساحات التظاهر تأييدا لمطالب المتظاهرين المعلم لم يطف مكتوب الأيدي خرج مساند لهذه المطالب هذه مطالب حقيقية وعلى الحكومة أن تلبي مطالب المتظاهرين بأسرع وقت وأهم مطلب من هذه المطالب هو الكشف عن الجنات الذين قتلوا أبناء هذا الشعب العراقي من المتظاهرين ومن قواتنا ومن أبناء قواتنا المسلحة وفيما تباينت الآراء حول إمكانية قبول فكرة إصلاح النظام الانتخابي والدعوات لانتخابات مبكرة ومبادرة البعثة الأممية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة البرلمان العراقي أعلن عن جلسة اليوم ناقش خلالها تداعيات المظاهرات وتعديل قانون الانتخابات إلى جانب استضافة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت زعيم الطيار الصدري في العراق مقتضى الصدر اعتبر أن إصلاحات البرلمان العراقي الأخيرة كاذبة داعيا لموظفين إلى إعلان إضراب شامل مساندة للصوار في العراق ويأتي ذلك تزامنا مع تزايد دعوات المنظمات الدولية بالإسراع في وضع إطار قانوني للانتخابات من جهة ثانية رد مسؤول أمريكي على بيان زعيم الطيار الصدري مقتضى الصدر الذي كان قد هجم واشنطن على خلفية بيان للبيت الأبيض أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والنشيطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر الإنترنت في العراق وأضاف أن الولايات المتحدة وعلى عكس إيران ملتزمة بعراق مزدهر وسيد وقوي إذن ننتقل إلى واشنطن والرئيس الأمريكي يجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هذه المحادثات اليوم في واشنطن على طولة المحادثات ملفات تعدين شائكة قائدهم وضربنا الرجل رقم ثلاثة الذي يصارع الآن على حياته ولازلنا نراقبه نحن نقوم بعمل جيد الدولة الإسلامية مختلفة تماماً عما كانت عليه من ناحية القدرة حينما استلمت رئاستي كانت تعود الدولة الإسلامية الألاف المؤلفة من المقاتلين وهم الآن أكثر ضعفاً تركيا أيضاً اليوم تواجه وتحارب تنظيم الدولة الإسلامية واعتقلت العشرات من نشطاء الدولة الإسلامية جون سنتحدث عن مسألة الـ F-35 ويمكن لنا أن نعلمكم إلى ما توصلنا إليه لاحقاً سيكون لنا مؤتمراً صحفياً الآن أنا أتشرف بأنني أستقبل الرئيس إردوغان الذي يحظى باحترام كبير في دولته وفي الإقليم وسنرى إلى أين سنسير العلاقة بيننا استمعت إلى الملاحظات قبل عدة أسابيع حينما قلت بما قلت به والآن أسمع أراء أخرى لماذا نغادر دول أخرى ونهتم بحدودنا ونحن لا زالت لدينا قوات هنا نحن نتابع الأمور شكراً لكم أنا لم أتابع ببث مباشر ما يحدث في مشاورات الإطاحة أنا أرى أنهم يستخدمون محامين ومحللين وأنا لست متفاجعاً مما يقومون به شكراً لكم ترامب حول عملية أو حول محاولة عزله الجارية في الكونغرس والتي بدأت اليوم الجلسات العلنية الاستماعية في هذه المسألة إذن هذا اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن كان سمح للصحفيين بالسؤال في عدة أسل إلى ترامب قال خلال هذا اللقاء إن وقف إطلاق النار في سوريا متماسك وأيضاً قال إن الولايات المتحدة أبقت قوات في سوريا لحماية النفط كان ملف الشمال السوري إذن هو الملف الذي طغى على هذه المحادثات الآن نتحول عبر خطبة سكايب إلى واشنطن والمحلل السياسي ماك شرقاوي أستاذ ماك إذن هناك ملفات عديدة بين الطرفين لكن ربما الملف الذي طغى على هذا اللقاء هو الملف الشمال السوري أليس كذلك والبعض أيضاً قال بأن أصلاً الرئيس التركي ذهب إلى واشنطن متسلحاً بهذا الملف هو ما فيش شك أن لقاء مهم ولقاء يتوقع الكثير ردود الأفعال من دوائر صنع القرار الأمريكية خاصة الكونغرس الأمريكي الذي يعد حزمة من العقوبات على تركيا لتدخلها في الشمال السوري وأيضاً لاختراقها لقانون كاستا قانون كاستا صدر في 2017 بأغلبية ساحقة 419 مقابل 3 في مجلس النواب و98 مقابل 2 في مجلس الشيوخ لتوقيع عقوبات على مكافحة أمريكا وهما روسيا وإيران وكوريا الشمالية وضمن هذا القانون كل ما يتعامل مع هذه الدول في صفقات السلاح يوقع عليها العقوبات وبالتأكيد تركيا تعاقدت واستلمت صفقة الأسلحة منظومة السوريخ الـ 400 واستلمتها بالفعل بشهر أغسطس الماضي أعتقد أن السيد أوبراين مستشار الأمن القوم الأمريكي كان له تصريح قوي جداً في بداية الأسبوع قال على تركيا أن تتخلص من هذه الشحنة تتخلص يعني تكهنها يعني تخرجها وما تدخلهاش في الخدمة العسكرية لكي لا تطبق عليها العقوبات القاسية التي يجهزها الكونجرس الأمريكي الكونجرس الأمريكي وفقاً لقانون كاستا خلال 30 يوم من صدور القانون تطبع عقوبات أقصاها هي عدم التعاون العسكري تماماً مع هذه الدولة أن جميع الأمريكيين لا يحق لهم التعامل مع تركيا أو حتى شراء الديون السيادية التركية بالتأكيد عقوبات اقتصادية عقوبات شخصية على الرئيس طاب أردوغان وابنه وصهره أيضاً عقوبات على مسؤولين أتراك وأيضاً بالتأكيد حزمة أخرى من وزارة الخزانة سوف تؤدي إلى بالتأكيد انهيار الاقتصاد التركي وهو اقتصاد هاش ومتأثر تمام بما يحدث الرئيس رجل طاب أردوغان يأتي إلى واشنطن على أمل أن تكون الكاريزما بينه وبين الرئيس ترامب والعلاقة الشخصية ويراهن الأتراك على الرئيس ترامب المفرد هذا ما كنت سأسأله فعلاً هل يراهن الرئيس التركي على هذه الزيارة؟ هناك الكثير من الملفات العالقة بين البلدين ليس فقط الشمال السوري إنما F-35 وأيضاً S-400 المنظومة الروسية التنقيب التركي على سواحل أرباح الأبيض المتوسط الكثير من الملفات العالقة بين البلدين إذن هل يعول كثيراً الرئيس التركي على هذه الزيارة؟ أعتقد ذلك لأنه هو بالتأكيد النظام التركي وهو النظام الشمولي الآن بعد ما احتفظ رجل طاب أردوغان بكل السلطات في الدولة التركية وألغى النظام البرلماني وأصبح نظام رئاسي وجمع كل سلطات رئيس الوزراء في سلطاته وأحكم قبضته على التركيا فيعتقد أن الوقت المتحدة الأمريكية يعني تمشي بذلك تلك السياسة التي تنتهجها تركيا ولا يعلم أن الرئيس هو دائرة من دوائر صنع القرار وليس هو من يحدد كافة السياسات الأمريكية فهو بالتأكيد يعول كثيراً على الرئيس دونالد ترامب وهو أعتقد أنه لا يعلم أو مغيب أن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع حتى الاعتراض على العقوبات التي سوف تسنى على تركيا من الكونجرس الأمريكي لأنها سوف تحصل على الأغلبية الصحيقة التي تمنع الرئيس وفقاً للدستور الأمريكي من الاعتراض عليها بحق الفيتو فعليه أن يوقع عليها وإن لم يوقع يعد التصويت مرة أخرى عليها بأغلبية ثلثية عضاء الغرفتين مجتمعين النواب والشيوخ فإذا حصل على 357 صوت من مجموع 535 صوت لا يستطيع الرئيس دونالد ترامب الاعتراض على هذا القانون فبالتأكيد الرئيس رجل تاب أردوغان لا يعي أو لا يصدق أن هناك ديمقراطيات في العالم وأن دواء صنع القرار في المتحدة الأمريكية لن تسمح له بذلك والآن أنا نعرف أن الروس ينتظر هذه الزيارة لأنهم يجهزوا أيضا لصفقة الطائرات شخوي 57 وهي التي تضارع الطائرة 35 هل تركيا سوف تجازف بعضياتها في الناتو وحلافتها الكبيرة مع الوات المتحدة الأمريكية التي استمرت من 1952 إلى النهاردة في علاقات مشمرة اقتصاديا وسياسيا هل سيضرب بعرض الحائط تلقى العلاقات الطيبة مع الوات المتحدة الأمريكية ويرتمي في أحضان الروس بالتأكيد ننتظر ما تنمو عنه هذه الزيارة وإن كنت أعتقد أن هذه الزيارة لن تقدم أو تؤخر شيء فالرئيس دونالد ترامب لا زال يقول عن ما يحدث في سوريا هو وقف إطلاق نار وهو لا يعلم أنه إيقاف للعملات العسكرية وليس وقف إطلاق نار أستاذ مات لماذا هذا الاختلاف الرؤى في الولايات المتحدة نرى هذه الزيارة غير مرحب بها من قبل البعض وعلى الصعيد الرسمي الرئيس يستقبله في البيت الأبيض بكل اترحاب لماذا هذا الاختلاف في الرؤى اتجاه تركيا واتجاه الرئيس هو أعتقد أن ضعف شخصية الرئيس دونالد ترامب أمام الرئيس راجب تاب أردوغان ظهرت جليا في اجتماعهم سويا على هامش الجمعية العامة 73 في الأمم المتحدة في ستمبر الماضي أعتقد أنه كان يلتمس له الأعذار بالتأكيد سوف يلوح الرئيس راجب تاب أردوغان بصفقة شراء منظوم الصواريخ باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية حتى يكون هناك مبرر للرئيس دونالد ترامب أنه سوف يجلب المال إلى الاقتصاد الأمريكي من صفقة جديدة للصواريخ باتريوت التي أثبتت عدم جديتها وعدم فعالياتها لم تصد الصواريخ المجنحة التي أطلقت على أهدافها في أرامكو في مملكة العربية السعودية وطائرات مسيارة لم تستطيع طائرات منظومة الباتريوت وهناك ستة بطريات في هذه المنطقة من الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع إقاف تلك الصواريخ المجنحة فأعتقد أن يمكن أن يكون هناك إسالة للعاب أن يسيل لعاب الرئيس دونالد ترامب من صفقة جديدة لإصلاح مع تركيا ولكن أعتقد أن دوائر صنع القرار قد حسمت الأمر في موضوع تركيا ولن يستطيع رئيس دونالد ترامب أن يقف أمام بقية الدوائر الفاعلة في صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ ماكي على الصعيد الداخل شاهدنا الرئيس الأمريكي ربما يتهرب من سؤال حول محاولة عزله اليوم أولى جلسات الاستماع العلنية في التحقيق الرامي لعزل الرئيس باتهام باستغلال ضعف أوكرانيا وباستغلال الرئيس الأوكراني فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب حظه عسر في هذه المكالمة الغير مفهومة وغير مبررة بينه وبين الرئيس الأوكراني والذي قال له وفقاً للكلمة اللاتينية كويت فرو كو وهي شيء مقابل شيء بالترجمة بتاعتها وأنه مش هيفرج عن الأسلحة الدفاعية التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي بصفقة 391 مليون دولار لأن يستطيع الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم أمام الاعتداءات والمشاحنات والاشتباكات الروسية ومقابل أن يتم التحقيق مع السيد بايدن وابنه هانتر وأيضاً في الكاذبة أو الخدعة التي تم توصيلها إلى الرئيس من خلال فوكس نيوز ومن خلال السيد جيولياني أن السيرفر الموجود في أوكرانيا هو عليه الإيميالات الضائعة للسيدة هيلري كلينتون وأنه يستطيع أن يثبت أن من تدخلوا في الانتخابات الأمريكية هم الأوكرانيين وليس الروس أعتقد أن بالتأكيد هذه كلها هراء وأن حظوظ الرئيس دونالد ترامب سيئة جداً أمام مجلس النواب الأمريكي لأنه سوف يتم توضيه الاتهام أن الإيمبيشمنت أو إزاحة الرئيس من السلطة تتم في الولايات المتحدة الأمريكية ويفقد السور على خطوطين الخطوة الأولى هي توجيه الاتهام ويقوم بها مجلس النواب وأعتقد أن الديمقراطيين لديهم الأغلبية اللازمة لتوجيه الاتهام إلى الرئيس دونالد ترامب بعد ذلك يحاكم أمام مجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا ولابد من التصويت من ثلثية عضاء الأصليين وهو 67 صوت من 100 صوت أعتقد أن الجمهوريين لازالوا الآن يتحكموا في إزاحة الرئيس من السلطة إنما إيمبيشمنت يعني توجيه الاتهام سوف يوجه له الاتهام لكن إزاحاته من السلطة يمكن أن يكون هناك بالتأكيد أكثر من قولي في هذا الأمر ولكن مع هذه العلنية للجلسات هل سوف يحدث أن أعضاء من الجمهوريين في المجلس الشيوخ الأمريكي يتغير موقفهم خوفا من أن يواجهوا صعوبات كثيرة من الناخبين في دوائرهم ويصوتوا ضد إزاحاته هذا بالتأكيد نسبة ولكن نسبة ضئيلة وأعتقد أن الاتهام سوف يوجهه المحل السياسي ماك شرقاو كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك في شأن آخر قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن ألمانيا وهولندا وافقتا على استعادة الأسرة من أعضاء ما يعرف تنظيم الدولة وأفراد أسرهم من تركيا بعدما بدأت أنقرة بترحيل مقاتلي التنظيم المتشدد لبلادهم هذا الأسبوع وتحتجز تركيا في سجونها مئات من المشتبه في انتمائهم لهذا التنظيم برأت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية خمسة متظاهرين من تهمة المساس بسلامة وحدة الوطن بعد أربعة أشهر من الحبس المؤقت وذلك بسبب رفعهم العلم الأمازيغي خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد كل جمعة منذ شباط فبراير وتم توقيف المتظاهرين يوم الحادي والعشرين من حزيران يونيو بعد يومين من تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد جايد صالح من رفع أي راية أخرى غير العلم الوطني خلال التظاهرات حثت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مصر على التحقيق في مزاعم عن عمليات قتل وتعذيب على أيدي قوات الأمن وعلى إطلاق صراح صحفيين وغيرهم اعتقلتهم السلطات بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي ويراجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف سجل مصر لأول مرة منذ خمس سنوات في إطار مراجعة دورية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعلنت إثيوبيا اكتمال مشروع بناء أحد أهم مشاريع سد النهضة الإثيوبي الكبير كما يعرف وقال الرئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء أن الوجه العلوي لمشروع سد السراج للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من أربعة عشر مليون متر مكعب من الخرسانة وأشار إلى أن هذا الوجه يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مكعب أو مربع وأن هذا المشروع يسرع من عملية بناء المشروع الرئيسي وهو سد النهضة في أفغانستان قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون بينهم أربعة أجانب في انفجار حافلة صغيرة مفخخة في العاصمة كابل وأفادت وزارة الداخلية بأن الانفجار الذي استهدف سيارة رباعية الدفع تابع للشركة الأمنية الكندية وقع في حي قريب من وزارة الداخلية شمال مطار كابل عندما وقع الانفجار كنت أجلس في متجر وسقط من موجة الانفجار عندما وقفت الغبار كان يغطي المنطقة بأكملها وكانت نوافذ مكسورة في كل مكان استشهد طفلان في هذا الحادث وصيب المسجد في المنطقة بأضرار أدى هجوم انتحاري في مجمع للشرطة في غرب أندونيسيا إلى مقتل المنفذ وإصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح ولم تتضح دوافع الهجوم بعد لكن كثيرا ما يستهدف متطرفون مراكز الشرطة في أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان والمهاجم هو طالب كان يرتدي جهازا متفجرا بالطبع نحن قلقون للغاية بشأن هذا الحادث ونأمل أن تتمكن الشرطة من العمل فورا واكتشاف الجناة ودوافعهم حتى يتمكنوا من تحسين الأمن في مدينتنا في بوليفيا أعلنت زعيمة المعارضة نفسها رئيس مؤقتة للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس ومغادرته إلى المكسيك خوفا على حياته واستغلت زعيمة المعارضة التي تنتمي لليمين غياب أعضاء حركة موراليس عن المجلس وكذلك سلسلة استقالات تسيطر على الموقف وتعلن نفسها رئيسة انتقالية للبلاد اعترف ممثلون قيادة العليا للقوات المسلحة في بوليفيا بالسيناتور جانين أنيز رئيسة المعارضة كرئيسة مؤقتة للدولة وأعرب عن دعمهم لها قائلين بأنهم ونظرا للظروف الحالية ووفقا للمعايير الشرعية يضعون القوات المسلحة البوليفية تحت تصرفها وكانت السياسية البوليفية جانين أنيز قد أعلنت اليوم أنها ستتولى الرئاسة بعيد استقالة الرئيس إيفو موراليس ونائبه ألفارو غارسيا مؤكدة أنها ستعقد انتخابات رئاسية سريعة بعد تشكيل لجنة انتخابات مركزية جديدة في البلاد بعد فشل الكونغرس في الوصول إلى النصاب القانوني أعلن نفسي رئيسة مؤقتة للبلاد وأعد بالعمل على عقد انتخابات سريعة بعد تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وقد تفوتت الآراء الدولية واللاتينية إزاء هذا الإعلان ففي حين رحبت وزارة الخارجية البرازيلية بتولي جانين رئاسة البلاد واعترفت بها تحدث رئيس فانزويلا نيكولاس مادورو أن بوليفيا عالقة بالفوضى وملئة بالقمع والقتل ومصابة بالشلل كما رحبت موسكو بقرار المكسيك منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس يأتي هذا بالتزامن مع الإعلان عن حصيلة جديدة للاحتجاجات بلغت سبعة قتلى وأكثر من ستين جريحا في غضون أربع وعشرين ساعة بالإضافة لاعتقال مائة وتسعة وستين متظاهرة وإلى أخبار الاقتصاد قال الأمين العام لمنظمة أوبك أن السعودية أكبر منتج بالمنظمة أكدت لها أن إدراج عملاق النفط أرام كولا يؤثر على دور المملكة داخل أوبك أو التزامها باتفاقات الإنتاج وأضف أنه واثق من أن أوبك وحلفائها في إطار ما يعرف باسم أوبك بلاس سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في عام 2020 وأن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي ما زالت قوية هبطت معظم الأسواق الخليجية الرئيسة وتصدرت السعودية الخسائر وسط انخفاض أسعار النفط بينما خالفت بورسة قطر لاتجاه مدعومة بأسهم شركات الطاقة وتراجعت أسعار النفط اليوم مع تضائل الأمال حيال اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين وهو ما ضغط على توقعات الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة إلى الرياضة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس مشاركة المنتخب الأول في النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم والتي تستضيفها قطر أواخر الشهر الجاري ووفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي عبر تويتر فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24 جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي إلى الاتحاد السعودي للمشاركة في البطولة الخليجية أعلن ديفيد فيا الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني قراره اعتزال اللعبة نهائيا قبيل نهاية العام الجاري بعد مسيرة رفع خلالها كأس العالم وكأس أوروبا ودور الأبطال وأوضح المهاجم البالغ من العمر 37 عاما والذي يدافع حاليا عن ألوان ناد ياباني أنه سيضع في ختام الموسم الحالي حدا لمسيرة امتدت 19 عاما تنقل خلالها بين أندية إسبانية عدة أعلنت رابطة الدور الإسباني رسميا عن موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مادريد الذي سيقام في الثامن عشر من الشهر المقبل بعد تأجيله بسبب أحداث الشغب في إقليم كتالونيا وتقرر تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كانت مقررة في السادس والعشرين من الشهر الماضي بسبب الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا الختام من تونس وتطبيق على الهاتف المحمول يساعد الصم والبكم على تعلم اللغة الإنجليزية تطبيق يساعد الصم والبكم على تعلم الإنجليزية هذا ما تطوره معلمة اللغة الإنجليزية التونسية منال برغاوي حيث يتيح تطبيق لت موودا سماعية بصرية لتعلم اللغة الأجنبية باستخدام لغة الإشارة التونسية فكرة الكتاب هي فكرة مختلفة على الكتب الذي نستعملهم للناطقين على خاطر تدريس الصم يختلف على تدريس الناطقين الكتاب كان مختلف معتمد على تصاور معتمد على فيديوهات على مواضيع مختلفة على المواضيع التي ندرسها للناطقين يحتوي التطبيق على كتاب بسيط وشريط مصور وأغاني مترجمة من الإنجليزية إلى لغة الإشارات التونسية وكي يستطيع الشخص الأصم تقييم نفسه يتيح له تطبيق ذلك عن طريق الغاز وألعاب وساعد التطبيق طلابا لم تكن لديهم فرص تذكر في تعلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة توضح المعلمة التي تمول مشروعها ذاتيا أن التطبيق لا يزال في مرحلة التجربة وأنها تعتزم أن تضع فيه مواد تخدم مستويات مختلفة من اللغة الإنجليزية نهاية النشرة يلقاكم بعد قليل الزميل مهند نبيل في النشرة المسائية إلى اللقاء بإمان الله اشتركوا في القناة